وللحديث في هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الليبي دكتور محمد الزبيدي دكتور محمد أهلا بك معنا هل ما تريده ليبيا اليوم هو إعادة الإعمار بأياد تركية وهي التي أرسلت الموت في شوارعها مساء خير السؤال في بعطينه الإجابة طبيعي ليبيا الآن ليست بوارد موضوع الإعمار وخاصة في المناطق التي يسيطر عليها السراج والميليشيات الداعمة له المناطق غرب ليبيا الجيش ما زال يسيطر على أكثر من 80% من جغرافية ليبيا حتى الآن لكن الأتراك في سباق مع الزمن الأتراك هذا الوفد الذي يتكون من 25 شخص الذي قدمه إلى طرابلس هو جاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية الأمنية التي وقعت ما بين السراج واردوغان في المدة الماضية بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقية التي عقدت سنة 2012 لأن هناك اتفاقية أخرى وهذه مسكوت عنها الاتفاقية أمنية وعقد السنة 2012 بين جماعة الأخوان المسلمين الممثلين في المؤتمر الوطني الذي يصبح على نسبة مجلس الدولة والحكومة التركية بموجبة تمنح قواعد هذه الاتفاقية نصت على منح الأتراك قواعد في شرق ليبيا وفي غرب ليبيا الآن الأتراك بدأوا شرعوا في تجهيز قاعدة الوطية في أقصى غرب ليبيا لينزال قوات تركية فيها الآن يشتغلوا داخل القاعدة ويعيدوا في ترتيب القاعدة إذن هم بدأوا بالفعل على الأرض لتنفيذ مخططاتهم التوسعية حسب كثيرين ولكن هناك تركيز على قطاعي الطاقة والأعمال المصرفية من خلال ما تم الإعلان عنه اليوم لماذا برأيكم الاتراك يعانوا منازم اقتصادية خانقة يعرفها القاسي والداني الليلة التركية في أسوأ أحوالها الاتراك موضوع التنقيب على النفط في شرق البحر ربيض المتوسط الآن أصبح يكاد يكون صعب أو مستحيل بحكم الاتفاقيات التي وقعت بين الدول المتشاطئة في شرق البحر ربيض المتوسط لم يعد أمام الأتراك من مكان يمكن الاستفادة منه سلب خياراته إلا ليبيا لأن ليبيا دولة بدون حكومة فاعلة أو حكومة تابعة في حقيقة الحال للأتراك ولذلك المدة الماضية دفع على الخزينة التركية 2 مليار ونصف دولار تعويض لشركات التركية الخسائر التي تعرضت لشركات التركية بسبب الحرب في ليبيا والآن الأتراك وضعوا أقدامهم على الأرض لكي يستنزفوا ما يمكن استنزافه من تروات نفطية بالتحديد في ليبيا وليكي يصبحوا في موقع قوة لمفاوضة الاتحاد الولايات أمام ما أشرت إليه من التدخل السلبي الكبير تركيا في الأراضي الليبية هناك اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأسبوع المقبل بدعوة من مصر ما الآمال المعقودة على هذا الاجتماع وهل برأيكم جاء الرد العربي متأخرا؟ هو اللوم على النظام الأقليمي العربي نوع من العتب على الميت يعني هو النظام ميت النظام الأقليمي العربي منظومة جامعة الدول العربية الثلاثة واربع دول عربية هي الوحيدة المتصدية الآن للمشاريع الاستيطانية الاستعمارية سواء من الأتراك أو من الإيرانيين ولهذا الحراك قائم من هذه الدول لكن المعارضة الشديدة من الأطراف الأخرى المرتبطة سواء بالعثمانيين أو بالإيرانيين أو الدول التي تخشى سطوة هؤلاء وقوة هؤلاء الآن الدعوة لجامعة الدول العربية أو لزراء الخارجية الدول العربية أنا أعتقد إذا صدر بيان عن هذا المؤتمر أو هذا اللقاء التلفزيوني إدانة جامعة الدول العربية لتدخلات والدعوة إلى الحوار والإعراب عن القلق والاستياء والاستنكار من هذه الكلمات النمطية التي عاهدناها لمدة خمسين سنة منذ احتلال فلسطين سنة الثمانية واربعين حتى يوم من هذا فمعنى ذلك أنه لا يمكن التعويل عليه النظام الأقليمي العربي إنما هذا الواقع الذي تعيش الأمم العربية ودعوة مصر لهذا المؤتمر محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى لا يتكرر الموضوع ملوك الطوائف في الأندلس وتسقط الدول العربية واحدة الكاتب والمحلل السياسي الليبيا دكتور محمد الزبيدي كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك